وأخيرا نناقش الموقف المخزي العار غير الوطني للناديين الكبيرين اسما الصغيرين فعلا الأهلي والزمالك في عدم السماح للاعب الناديين من الشباب في الانضمام إلى منتخب مصر فورا وهو يستعد لنهائية كأس العالم في كولومبيا الشهر المقبل وتهديدات من اتحاد الكرة بإيقاف خماس شباب الأهلي والزمالك أحمد منجا وأيمن أشرف ورامي ربيع من الأهلي وعمر جابر وأحمد توفيق من الزمالك وسامير زاهر رئيس اتحاد الكرة الاتحاد المنحل شرعيا يتزعى متيارا لعدم معاقبة الناديين ولا المدربين ولا اللاعبين وموقف مخزي أيضا للمدير الفني لمنتخب مصر للشباب الصديق الكابتن ضياء السيد في ضمه للاعب الزمالك محمد إبراهيم الموقوف لتصرف هو قمة في الخروج عن الروح الرياضية والتصرفات الشائنة أوقف بسببه كل النجوم الكبار لستة شهور أو أكثر وإذا بضياء السيد يضمه دون عقوبة ضيفنا الكابتن مجدي طلبة حوارنا متشاعب والآن مع تقرير من الأسكندرية